المشاهدين بهذه الفغرة ونحن نتكلم عن نادي كويت رون كلاب هذا النادي غد ما من تمارين رياضية بوجود أعضاء النادي نفسهم سيكلموننا عن فكرة كويت رون كلاب حياكم الله أحمد الكندري وعلى عبد الرحيم أهلا بيك في البداية شكر لكم للإصلافة هذه وعلى سعادة المشاهدين سعيدين جدا على الفرصة هذه أن نكون بينكم كويت رون كلاب نتواصل فيها مع المشاهدين حياكم الله ونحن أسعد أكيد بتواجدكم لكن أحمد في البداية يكلمنا عن فكرة النادي فكرة النادي كويت رون كلاب وهو نادي كويت نادي كويتي للجري نحن بدأنا من سنتين عدد الأعضاء متجاوز عندنا 200 إلى 300 تسيخص بين بين شباب وبنات أكبار وصغار وأطفال وكبار كل الفئات عندنا في هذا النادي نحن نركض كل يوم ساعة سبعة ونصف على البحر سبعة ونصف الصبح أو لا؟ لا سبعة ونصف بالليل لأنه بالصبح وروح دومات دومات صحيح بس قلت أنتم بروحكم تطلع هنا للصبح لا لا يوم الثنية ساعة سبعة ونصف الصبح ساعة ونصف بالليل عند ماطم بابل جنب مارينو ممتاز هل تبدون سنقول الركب هل نبدأ ونستمرين على طول السنة وهذا أكثر شيء ميز كويتي للنكلاب أننا نستمرين نركض في الخارج على طول السنة لا نوقف لأن الرياضة فعلا جزء من حياتنا صحيح لكن كيف يتكم الفكرة اليوم كثير من ناس تفكر بفكرة معينة بنادي معين لكن كويتي للنكلاب كيف يتكم الفكرة هي كانت الجارية بالنسبة لنا كل واحد يفكر أنها رياضة فردية فإما بتجري حتى لو قريت لوحدك بتحس أن أنت يمكن ما تكملش الجاري صح بس إما عملنا ما فكرنا يعني كوتش أحمد اللي ابتدى فعلا للجروب فكر أنه عاوز يجري مع كوميونيتي مع مجتمع بيحب الجاري فابتدى على الإنستغرام أنه يقول أنا هجري ساعة سبعة ونصف بالليل عند مطعم بابل أو حتى كان الصبح في الأول في الويكند وابتدت الناس تيجي فشوية بشوية تحس أنها بقت رياضة جماعية ما بقتش رياضة فردية فكبر المجتمع بتوع الرياضيين اللي بيحبوا الجاري ممتاز وصارت الناس تركب معاكم بها الجروب يكبر بشكل ملحوظ واستمرارة شيء يعني إشارة جدا جميلة على أن الاهتمام بالرياضة قاعد يزيد الشيء المفرح بالكويت إذا كنا نتكلم على أن النسبة تسمنا عالية بالكويت بشكل عام الشيء المفرح فيها أن المجامع الرياضية قاعدة تزيد والرياضة بشكل عام قاعدة تنشط في الكويت واستمرار نادي كويت راني كلاب خلال هذه السنتين وزيادة عدد الأعضاء واستمرارهم على طول السنة يعني إشارة جدا مهمة صراحة جدا مهم وجدا مفرح أن حتى برمضان حتى بأيام الصيف حتى بأيام الحر العدد يكون كبير والكل يشارك بالركض والجميع يعني يكون مستمتع في أنه قاعد يمارس هذه الرياضة لما تصير هي جزء من الحياة صحيح لما تصير جزء من اليوم جزء من الشخصية صحيح فتفرق مع الشخص لما يمارس هذه الرياضة بوجود مثل ما قلت المجتمع رياضي يحب الجري بطريقة ممكن تكون فان وبنفس الوقت يخسر وزن يمارس الرياضة ترتفع عنده وللياق لكن عدد أعضاء الفريق ليس كثير وصحت ليس أقل من 100 شخص ما شاء الله ليس أقل من 100 شخص يعني اليوم في 100 شخص معكم يمارس هذه الرياضة كل 200 أكثر من 100 الأقل شيء يوم الأثنين يكون 60 إلى تقريبا هذا العدد لكن المستمرين معنا أكثر من 200 إلى 300 شخص الجو القروب لما يشجع بعض يعطي دافع كبير أن الواحد يستمر فيه وينجز فيه لما يتكلم عن أن كل واحد أنجز وفرق معه وحسب الإنجاز الشخصي لما دخل القروب وحسب الأهداف تتغير في البداية يقول بس أعدل من نظام حياتي أو بس أبدأ خطوة أحسن الليقتي وبعدين يشوف نفسه أنه تشجع أكثر هناك ناص من حوالي يشجعون أجواء القروب تعطي الدافع أنه يتحدى نفسه أكثر وأكثر كل واحد أنا متأكد أنه كل واحد من أعضاء القروب المستمرين سوى أمور على مستوى لياقته وعلى مستوى إنجازه الشخصي ما كان حطها بالضبط صحيح هذا أجمل الفرق الكبير لما الواحد يسوي رياضة بروحه علم يسوي رياضة مع مجموعة بالضبط يعني خلينا تكلم عن هذه الجزئية كيف قدرتوا تدمجون رياضة الجري وأنها تكون تيمور يكون في مجموعة ناس عادة الكرة القدم الباسكتبول الهاندبول لكن توجهكم إلى الجري وأنه يصير في مجتمع معكم هي طريق التدريب أنت ما بتكتمع مع ناس وتقول لهم يلا هنبتدي وارم ونعمل كذا كذا هنعمل البركتس هيبقى عبارة عن أن أنت تجري مجموعة معين بس يكون معاك بارتنر أو يكون معاك مجموعة بتجري بنفس تحس أنت تتأخر عن المجموعة تحس أن المجموعة تشدك يلا يمكنك فعل هذا تحس 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 لا توقف وفي الأول تحس أن أنت لا تحب الشخص أو أن أنت لا تستطيع على الشخص بس نحن كأعضاء الفريق نشجع الناس نقول حسنا تعالوا ابتدوا معنا حتى لو في الأول ماشي فقط لا توقف هتعملوا المسافة في الأول يمكن تبقى صعبة وبعدين هتكمل هناك جانب ممتع جدا عندما تركض بروحك أو عندما تركض مع القروب فيها جانب ممتع مستوى السعادة يفرق حتى لما نشارك في السباقات كنا مشاركين قبل الويكند اللي فات في سبارتين البحرين فالتيم عندما يضيش السباق مع بعض ويساعد ويشجع فالأجواء تفرق أجواء السباق يفرق أجواء المشاركة في الرياضة تفرق يعني اليوم أفهم بس هذه الجزئية في أحد اليوم قاعد يكون سبونسر لكم قاعد يساهم بأن يتكونون دائما متواجدين أنه بالنهاية في كوست في شيء يتفرعون يتفرعون هي للأسف حاليا لا بس كلها مجهودات فردية مجهودات الأفراد التيم وها خطوة نريد خطوة نحاول أن نجلب سبونسر أكتر عشان النادي يستمر وعشان نكبر النادي ونقدم خدمات أكتر في مجموعة مؤخرة مجموعة من الشركات تحاول أحيانا أن تدعم نوفر لكم ماء في سباقكم عندنا سباق صغير نوفر لكم جوائز في دعم لكن ما هو متغطب بالكامل لكن فعلا نشكر أي شركة أو أي جهة بشكل عام تدعم العمل الرياضي في الكويت سواء كانت أي مجموعة رياضية لأن بالنهاية المجموعة الرياضية يضيف قيمة المجتمع بشكل عام المجتمع إذا كان صحي أكثر عدد أفراد سيكون في حالة أحسن فهذا يرجع بشكل عام على المجتمع لكن اليوم كلمتون عن مشاركتكم في البحرين هل عندكم مشاركات ثانية خارج الكويت تشاركون فيها أم لا مشاركتكم الأولى كانت في البحرين لن نبقى واضحين نحن كلنا هوات لا نحن رياضيين فالفكرة أولا أن نسافر عشان سباء كانت فكرة جديدة خالص وبعدين أخذت وقت عشان الواحد يقتنع أنه يقدر يعمل حاجة كده أو عشرة كيلو بكتير يقري 25 كيلو فمع مجهود التيم دخلنا كلنا فعلا وخلصنا البيست في ناس ما شاء الله عليهم يتضربوا للماراثون وهو 42 كيلو وقري مستمر فما شاء الله وعندنا كمان أعضاء يتضربوا للأيرن مان وخلصوا وكانوا أبطال في الميدل إيست فعندنا بطولات أكثر من نظر ناس تشارك فيه ويكون لديهم بطولات لكي يصلون هذا لكن هناك لديهم للمت معين لا يستطيعون إعادونها ما هو الحل معهم يعني هذا المت مالي لا نريد المت لا أختنع بموضوع المت لا يوجد المت أنا متأكد أن أي يقول أن هذا المت مالي عندما يعرف نفسه أكثر عندما يستمر أكثر مع القروب سيكتشف أن كل المت حط نفسه سيكتشف ويكتشف بعد أن المت لا يوقف فهو غالبا لا يوجد المت لا يوجد المت المت يعني اليوم بالنسبة للتمارين هل تمارين معينة تجاهزون فيها المشاركين معاكم تسوين لهم ستراتشنج قبل الله يبدأ ركض هناك استعدادات معينة سأعرف هم منكم أكيد أكيد هناك لابد أول تمارين لنشجع الناس اليوم يوم يوم نقول البداية شنو تصير معاكم لازم أول التمرين لازم نبتدي نحيي الناس طبعا بنعمل ونحيي الناس ونحيي الناس جديدة الي داخل الفريق وبعدين نبتدي ستراتشنج والستراتشنج بيكون من عضو بيجي بتطوع انه يعمل ستراتشن وهو فاهم في ستراتشنج وكل الفريق بيمشي وراء ويطبق وبعدين بيكون عندنا تمارين معينة مسافات أو انتربال اللي هي بتعلم الواحد إزاي يجري بسرعة في فترة وصيّرة وعندنا كمان الساندرونز اللي هي بتدي لياقة واستعمنة أكتر في الجاري فدي اكسرسيز مختلفة وهي يمكن اتساونز أو يعني ما أنا بتكلم عليها اتساونز حاجة مع أدا بس الجاري ما هوش معاد خالص أي حدي يقدر يعني أسمع كثير من الناس يخافون من اسم الركض أنا شون بركض مثلا مسافة طويلة أنا بس حدي خطوتين وبعدين أوقف وأنتو تركضون وأخاف أصير بروحي بعدين يعني يخافون يبدون معنا لما يسمعون أننا راح ينركض لكن هو مو بصورة هذه بالتحديد لأن الكثير اللي ما كانوا يركضون بدوا معنا يكون معنا من أول مرة يركض يكون موجودين والأجواء لما يشوفون أن هناك ناس مبتدئين هناك ناس مساوى متوسط متقدم في كل المستويات وفي اللي ما أركضوا فالبداية دائما تكون حلوة في مثل هذه المجامية في مثل هذه القروبات أننا تشجع يعني اليوم نقول بأن حتى الناس تكون بالصورة الموجودين اليوم في الجري ممكن هم أكثر من لبل فلا يحاتي أنه سيكون بروحة أو أنه لا يحد سيكون معا سيكون لفل مالا هناك ناس ودهت مارس رياضة وكانت مشكلتهم أنه لا يوجد أحد يشجعني لا يوجد أحد معي متع بروح اليوم أنتم مستمرين واسبوعيا متواجدين كل اثنين كل يوم في السنة أنا فكرة كان في مرة كان عندنا طوز طوز كان جامد جدا وأنا قال لي المساج يالله عندنا تمرين الساعة سبعة ونوص يوم الاثنين أنا بصيت هالمساج كذا ما صدقت أن الجو ما يساعد ونزلنا ولبسنا ماسك ورقائنا كمان على الرمل كانت أحلى أحلى جارية في حياتي ما رح تنسينها أبدا أحمد اليوم أجواء الكويت غالبا ما تكون أجواء حارة أجواء مشمسة أجواء شوية تكون الشمس تكون عامودية يعني خلاص حتى توقف فشلون ممكن أنتم اليوم تنسخون على حسب الجو يعني بالضبط تأخوون التمرين أحيانا الجدمون تمرين أحيانا نحن تمرين لميزة والسبب أنه مستمر على طول السنة لأنه فترة الليل فترة النهار صعب أن يكون طول السنة في مجاميع رياضية تطلع رياضة برا توقف بالصيف طبيعي لأن بالنهار يكون الشمس تكون حار صحيح بالكويت بالليل يظل يكون الجو حار لكن مستوى تمرين يقل مستوى الأداء يقل طبيعي لأن الجسم مع الحرارة فالمستوى لا يكون نفس لما الجو يكون ممتاز فنحن نستمرين نستمر دائما في الرياضة الجو الحار لا يوقف نحن يجعلنا نستمر لكن بشكل أقل نفضل عن نفسنا ونشرب الماء نتأكد أنه لا يحوش الجفاف ونحرص على هذه الأمور حتى مع المشاركين الذين يدد أن يكونوا بالصورة بهذا الشيء بالضبط أقول لك أنه ممكن شيء يفاجئ أن حتى بالصيف عندما يكون درجة الحرارة عالية بالليل أو رطوبة الأعداد تكون كبيرة تشارك في الركب لا يوقف لا يوقف لا يوقف ونؤلمت شيء عجيب وعسى الله معكم بهذه الفقرة وستمتعنا بابتسامتكم والإيجابية التي تتذمر من الرياضة والجري بأن رياضة صعبة حاولتوها بطريقة جدا جميلة وتطبيقها إن شاء الله يوم اليوم يكون معكم نجرب هذه التجربة إن شاء الله كل ما أخير أحب أن تقولونها أهلا تفضلي كيب موفي يعني بي أكتف أهم حاجة أننا يكون عندنا لايف ستايل هلثي نظام غذائي صح نلعب رياضة أكتر من مرة في الأسبوع كيب موفي بالنسبة لك أحمد بالنسبة لي فعلا إذا كنت بيوجه كلمة راح تكون أن خلوا حياتكم صحية الحياة الصحية هي حياة أسعد ما في شيء يمنعك على أن تكون حياتك صحية ما في شيء يمنعك على أنك تكون إنسان صحي على أنك تمارس اليابك مهما كانت أشغالك مهما كنت تعتقد أنك إنسان مشغول مهما كان منصبك مهما كانت مسؤولياتك الرياضة إذا كانت جزء من حياتك راح تكون حياتك أحسن بالضبط وتأكد أن أنت إذا اشتغلت على نفسك من الحين راح تتعيش سعيد إلى آخر حياتك بدون ما أنت تعاني وتتجنب كثير من الأمراض وهذا شيء جدا مهم أحرص عليه من الحين علشان بعدين تكون مرتاحا كل شكر لكم عضاء كويترانو كلاب وإن شاء الله دائما مبدعين ودائما كل اثنين تكونوا متواجدين الساعة 7.5 مشاهدين سأستمر معكم لكن بعد هذا الفاصل